هسا الولد الصغير أول ما يبدأ بده يتعلم المشي يبدأ يحبي حبي مضبوط إحنا بالنسبة للصناعات إذا قارنتنا بالدول المتقدمة بالدول الأجنبية لساتنا اجداد فدائما اللي بيبكى طايح على الصنعة جديد بده فترة تايتعلم وتايتكن لكن إنت لما تيجي هالولد الصغير اللي بيحبي عبي تأخذه منيده وتصير تدرج فيه أول بول وتسنده تدعمه وتساعده آخر النهار بواقف على الجريه مظهوط أن تسمح لي إذا سمحت لي لما ندعم الصناعة المحلية بنشجعها وبنعينها إنها تصير متكنة أزود زائد اللي تفضلت فيه إنه في ناس بتضيغن من أول سنة فبتلكي بشلفك تشلفك وفي ناس عنده بعد نظر بتكن وبثبت موجوديته فإحنا برضه من واجبنا نراقب هالصناعة المحلية هاللي بحب يستمر فيها والله لازم نشجعه ندعمه أما اللي بحب يستمر بغش الناس بنبعد عنه وآخر تنهار بيسكر منه لحاله يا حج تحكي كلام جوهر بس حكيت نقطة أنا ما بقيدك فيها فضل فضل هاللي هي قلت إنه لازم إحنا بدينا متأخرين عن الدول المتقدمة أو كذا من النوع هذا نعم إنه لازم نعطيه مجال للي عنده معمل ناخد عيده شوي شوي تدريجي لا هذه غلط يا حج ليش لأنه أنا اللي بدي أعطيه مجال سنتين ثلاثة أربعة أنا يا المستهدك بدي أخصر هالسنتين ثلاثة أربعة شو ذنب يطرم عمالة ليدفع فلوس لا لأنه هو عمال يصنع لك أشياء موجودة حج ما عني يخترين أشياء أشياء هذه المصنع عندك الآلة عندك والخامة عندك معناته شو بنقص بنقص الخبرة إذا بيجيب خبير من برة أو بتبعت يا صاحب المعمل ابنك أو تنين من صنائك خبرة لبرة تبعتهم دورة قعدوا شهرين ثلاثة أربعة بيجيبوا هالفن يا سيدي وبنرسوا عندك وبتاخد البضاعة نفس الشيء اللي بتاخدها من أوروبا أنا اللي بكوزده يا عبد يا عبد الحج صح يا أبو مفليح إنه دائما الخبير أبن عن جد أو مدة طويلة مش زي الخبير فترة قصيرة فبدنا نغض النظر في بادئ الأمر عن نسبة بسيطة من الأخطاء حتى هالصناعة تنجح وتمشي أما مش لأنها مش متقن مية واحد في المية أزود من الأجنبي إذن لازم نقاطعها بدها شوي تغضط نظر عبين مع المصانع الصغيرة يتوقف على جريها يا أبو عاني والله يا حجي يعني أنا اللي وده أسألك عنه يعني هذا الإنسان اللي وده يسوي مصنع طيب ليش مثلا يكون مثلا وده يشلفق تشلفق على حساب الإنتاج ما هو طيب إذا كان الإنتاج كويس وبيض الوجه وده يشتغل وعلى أساس هالفلوس اللي عنده تشتغل فهو من أول من أساس يا حجي إذا كان وده مثلا يسوي مصنع ليش مثلا ما يدرس شو هالمصنع شو هالجدوى مثلا يفيد ولا ما يفيد يستفيد ولا ما يستفيد منه قبل يعني مثل ما يقول المثال قيس قبل ما تغيس يدرس الموضوع قويس قويس قبل ما أنه يفتح المصنع ما قلنا يا أخو يا حبيبي يا أبو هاني إنه أصابعك مش كلها واحد نعم في ناس بدرسوا الجدوى الاقتصادية للمصنع ومثل مكال أخويا بمفليح بودوا أولادهم بتعلموا وبكسبوا خبرة من بلاد برة أو بجيبوا خبرة بشغلوهم سنت زمان عنا مشان يعلموا أبنائنا وبتقنوا الصنعة مية في المية وفي ناس بيحب يوفر بدوا يربح بدون ما يخسر هذا بغلط هون هذا بيقع بالغلط هذا بسيئلنا أيوة بسيئلنا ولصناعتنا المحلية وبعقد المستهلك وببطل يشجع الصناعة المحلية لكن احنا بنقول الكمال لله نعم مرات من شأن المصلحة العامة لازم نغض النظر عن بعض الأخطاء يا أبو علي